السلام عليكم محاضرة الباين ونحن نحكة على بعض الفيسيولوجيا بالبداية نحكة على تعريف الباين اللي هو يعني شعوره غير مغلوب بشخص ما يريد يحسه شون يصير يصير بايدامج انه هو اكو فرد دامج او فالشي يدمر النسيج او تقريبا يريد يدمره فالشيء يدمر النسيج او باين هو حالة حال اي شعور بالجسم نحتاج الى ريسابترات خاصة حتى شنو حتين نقول يا عازل عصبه هادا خلال سلسلة من الاوامر ليتصعد للدمار الباين ريسابتر مستقبلات الالم اللي هي اسم خاص ليعنك شي سابتر تمام بين از ابروتكتف ميكانيزم الباين هو شنو فائده هو احنا قلنا انه احنا شي مرين نحس بيو هي شي لكنه اكي شي مهم شي مهم فقط انه هو بروتكتف ميكانيزم هو عالية دفاعية ديش انت مثلا اذا قاعد تمشي ودست عرفت شي يعني فشي جراحك وسوالك بليدنج خلاك تنزيف ما راح تحسبي يعني ما راح تتخلص من عده وما راح تعالجه لو ما انت تعرف بي وشون تعرف بي تعرف بي من خلال الالم اللي انت راح تحسبي تمام عربي نفس ما قلنا انه احنا نريد نتخلص من هذا الشي فنتخلص من عده اه بهاي الطريق زين هاي تحية للمحاضرة المواصفات ما الاحساس بالعلن اولا الاحساس ينتشر بشكل واسع بالجسم يعني ممكن يكون موجود باي مكان بالجسم اذا الشغلة الثانية انه يحتاج الى يعني اه اللي راح ياثر لي على الجسم ماتي ويسبب لي او على المستقبلات مع العلم لازم انه يكون اه بهاي انرجح حتى شنو اه حتى انه انا مو اي احساس عادي احسبي كأنه هو احساس علم فالها يحتاج الى او صفة صفة النقشو سبتاز انه ها الها هاي تريشولد يالله يصر الها اكتيباشن زين it's produced by a variety of stimuli المحفزات مع العلم ممكن تكون اه ميكانيكال تيزاب تكون ثرمال اه تشاوية مع النار او عفوان الميكانيكال انجلتو كيميكال تيزاب الميكانيكال بوكسي قرصة اي شي زين احنا نعرف انه الريسيبترات اه ممكن يصيرها الادبتيشن وقلنا الادبتيشن نقسمها الى اه يعني فاست ادابتد او اه مدريت ادابتنج او اه سلو ادابتنج زين البين ريسيبترز من صفاته انه تكون نان ابدا ادابتنج انه هي ما تتكيف ليش حتى انا ابقى اه احافظ على هاي البروتكتف ميكانيزم اللي هو الالم زين مو بس اه انه هي نان ادابتنج ممكن ببعض الحالات انه ايزيد الشعور بالالم ببعض الحالات ليش حتى انه اه الحد ما اسوي اني فد اه اه ميكانيزم انه اوخر هذا المسبب مع الالم يلا اه تتوقف هاي الفايرنج او الاكتيباشن معاته زين البين اه يسوي يفد شي اسمه اه بري بوتينت ويدراول رفليكس شنو يعني بري بوتينت ويدراول رفليكس هذا الرفليكس هو ببساطة الرفليكس يعني المين رفليكس اللي هو ياخذ الراهة من الكل من كل الرفليكسات البقية هذا الرفليكس هو اللي يوقف الرفليكسات البقية وهو يشتغل مثلا اه بري بوتينت رفليكس is a reflex that takes priority ياخذ الاولوية او الافضلية الى over any other reflex occurring at the same time for example انت قاعد تمشي وتهزي بايديك رفليكس طبيعي حالة المشي قاعد تمشي وتمرجح بايديك زين فهو هذا automatic reflex شي طبيعي اذا تأكز during walking يصير بحالة المشي ماتك في during walking اذا انت قاعد تمشي ومتونس فالnoxious stimulus صار عليك يعني مثلا اه ضربتك طوبة وتقاعد تمشي اه دستلك على قزازة مكسورة اي شي صار فانت ساحت هاي ال swinging الحركة مال ال arm مالتك الهزة مال ايدك وانت قاعد تمشي او الحركة مال ايدك وانت قاعد تمشي هاي راح تتوقف and the arm is rapidly withdrawn away from the stimulus والايد بسرعة راح اه اتوخر بعيدا عن مصدر فاحنا عدنا reflex اه يصير بصورة automatic من صار عدي بين هاذا البين هو اللي يسوى ال activation لل prepotent withdrawal reflexes اللي هي عرفنا انه اللي يتاخذ priority من بقيات ال reflexes زيان it can be perceived as the thalamus البين ممكن انه اه يروح للثيرماس the cerebral cortex is not essential the cerebral cortex هنانا هي مو ضرورية الاستقبال اه الاحساس مال type من البين اللي هو اللي هو ال slow type البين ريسيبتاز اللي النوكشو سبتاز راح اقسمها الى mechanical sensitive pain receptors زيان mechanical sensitive اه اي شيء ميكانيك يؤثر على الجسم ويسبب العلم اه ضربة اه يعني يدست على شيء قلنا اه اي شيء من هاي thermosensitive receptors thermosensitive receptors thermosensitive receptors او thermosensitive pain receptors لان احنا قاعد نحشي على nox receptors هي اه تشتغل على temperature بس يا temperature تحديدا temperature الجو او العشرة راح تسوي الاكتيفاشن للcold اه pain receptors التمبراتر الفوق الخمسة واربعين راح تسوي الاكتيفاشن انمن للهوت pain receptors تمام الكيموسensitive pain receptors which are stimulated by chemicals اه هنانا اه المواد الكيميائية هي لتحفز هاي الرسبترات مثل بارديكاينين سيروتونين الهستامين البوتاسيوم ايون الاسد الشغلات الحامضية اللي قلناها من الساعة مثل hydrochloric الاسيتاد choline and proteolytic enzyme اكثر شي ذاكرا هو اللي هو inflammatory mediators اه وهمين ذاكرا prostaglandine and substance p enhance the sensitivity of pain endings but do not directly excite them اي اثر على هاي الكيموسensitive receptors متأثر دايركتلي على الرسبترات بس شنوه اتغير او تعزز الحساسية مالتها مثلا تقلل ثريشولد مالتها ما يتقلل ثريشورد فبهاي الطريقة انه اي السيميوليشن الثاني اه راح يأثر عليها فهي ما تأثر عليها بشكل مباشر اه مثل قلنا بروستر اللي عندي والسبستانس بيه لكن اتعزز السنسيتيفتي مالتها تزايد السنسيتيفتي مالبين رسبتر وبهاي الطريقة راح تعتبر ايضا اه يعني من مولدات البين زين all the receptors كل هاي رسبترات أي نقش receptor هو non encapsulated free nerve endings يعني شنوه احنا نعرف الرسبترات اه اكو منعدها encapsulated يعني بي كابسول داير ما دايرة واكو free nerve endings فهي free nerve endings non encapsulated تمام type of pain according to the speed of its conduction اه اه احنا البين راح نصنفه تايبات واحدة من التصنيفات هاي انه حسب سرعة التوصيل مالتة زين من انا عندي شيعة قسمة حسب السرعة التوصيل مالتة واحنا قاعد نهجة على شي عصبي الاعصاب اللي يتحكم سرعة التوصيل مالتها هو الديامترز الشغل الثانية اللي هو المالينيشن زين فاحنا احنا البين راح ينتقل خلال two types of fibers احنا نعرف الفايبرات الالفا والبيتا اه او الاي والبيو سي احنا فالاي قسمة الفا بيتا غاما دلتا احنا البين according to its speed of its conduction راح اقسمة الى البين اللي ينتقل بالتايب A delta fibers او اللي ينتقل بالتايب C sensory fibers زين accordingly there are two types of pain fast pain البين اللي يسميه fast pain العلم السريع او which is conducted by type A delta fibers هذا النوع ما دام اسمه fast اذا قرن تصير عمل conduction بين A delta عفوان و بين C fibers فاكيد الايدلتا راح تكون اسرع اذا الفا سبين راح ينتقل بالايدلتا عن slow pain اللي راح ينتقل بال C fibers زياش يعني C unmylenated يعني السر عمالتها اقل فراح ينتقل بال C fibers C fibers they differ widely in their properties and characteristics okay on application of a noxious mechanical stimulus to the skin مثل a pin break check on the foot على القدم one first feels a bright sharp and localized pain انت بالبداية اذا جبت دنبوس وشكيت رجلك راح تحس مو سويه راح تحس انه راح يصير bright sharp and localized pain بالبداية راح تحس انه فدأك كو ألم مكانة معروف جدا مكانة تشكه بالضبط زيان والألم هذا كلش حاد وكلش واضح over short duration ورأسا راح تحس بهذا الألم بعقل من الثانية انت راح ينتقل هذا الألم وراح تحس به هذا اللي اسميه الفاست باين اللي ينتقل بالأي دلتا تمام واللي اسميه ايضا البركينج باين this pain is produced by stimulation هذا الألم يتولد بواسطة انه انا سويت stimulation بيمن على نوع من النوكشو سابتاز اللي هو الميكانو سينسيتف بين رسابتاز ليش لاني التأثير ميكانيكي انا تشكه دنبوس وفوت وصار الألم وصار النقل مالتا بالأي دلتا فايبوس زيان باين بعد شعور باين ورا شوية من انه انت حسيت بالبريكينج باين ولي قلنا صفات اللي هو شارب و بريت و و و هنا ورا شوية من قده راح يصير قدك فتشعور بضل و بورنينج فتشي اه فتحرقه بمكان الألم والديفوز بين الألم هنا ما راح تحس بي منه مكان محدد راح تحس انه شلون رجلك كلها قامت توجعك تمام وهذا ما راح يصير فترة قصيرة لا راح يصير فترة اطول من الألم اللي قبله من الشاربين مثلا فيو سيكن تو فيو منت من ثواني الى دقاق هذا النوع راح اسميه السلو بين او اسميه الاتشينج بين او البورنينج بين يعني اللي يسبب لك فتشعور بانه فتحرقه بالمكان ما الألم تمام this pain is produced by stimulation of chemo sensitive pain receptors ليش chemo sensitive pain receptors لان احنا قدنا inflammatory mediators هي اللي اغلبها تشتغل على chemo sensitive فهنا البردي كاينين الكاينين وهي السوارف كلها راح تشتغل بهذا الموقع مع ال check وره ما انتهى ال fast pain ورح يبدئ ال itching pain او ال slow pain تمام هس نجيه على انه البين من يعني المصدر ماتي شنو مصدر البين راح اصنفها علي اكو somatogenic pain واكو psychogenic pain السوماتوجينك بين اقسمه الاثنين الى نوكشو سبتيف بين اللي هو جاي من تأثير صائر دايركتلي على الرسابتر وحسب الرسابتر ثلاث انواع اذكرناهن او جاي من اعتلال عصبين يوروباثيك بين يعني فد العصب الناقل بالباثوي من النقل من الألم هو اللي متأذي فراح يولد لي شعور بالألم زياد السوماتوجينك بين is bain with causal يعني ألم ويا فد شي معروف انه هذا سبب لألم بشكل عادة النون واكثر شي النقشو سبتيف هو النون بينما النيوروباثيك ممكن انه يكون لا وحسب الوديتشو اوكي سايكوجينك بين is bain for which there is no known physical cause تمام part processing of sensitive information in cns is disturbed هنانا المشكلة مو من شغلة جسديا مشكلة من شغل يعني من انه فالمشكلة بالcns مثلا انه اللي راح تتخربط بالcns وتسبب لي انه شعور بالألم مثلا اي اي استيميليشن سوى هذا استيميليشن ناكشياس او لا راح يسوي لأنم فهذا سايكوجينك بين وعند الشي ثاني اللي هو الاكيوت او عند كرونيك بين الاكيوت بين اللي هو is a protective mechanism هو فد وسيلة دفاعية مع الجسم اللي ينبهك او ينبه الشخص اللي يحس بالأنم انه يا بترا انت اكو فد يعني حرف الاستيميليشن فتخلص من عدة او شوف لك فد طريقة اتوخر من عدها من مصدر الألم البداية ما تتكون usually sudden بشكل مفاجئ تمام الريف after the chemical mediators that stimulate the nocteoceptors are removed this type of pain mobilized the individual to promote action الهنانة التخلص من هذا العلم مباشرة وانا ما يروح الكيميكال او يعني nocteoceptors استيميليشن اللي يسوى لل nocteoceptors هذا راح يروح العلم هذا التايب مالبين راح يخليه للشخص يسوى اكشن حتى يتخلص من عدة الشغلات المصاحبة الى هي شغلات السيمباثاتيك سيستم لان الى تأثير على الاوتانوميك نيرف السيستم بشكل خاص على السيمباثاتيك مو على البار السيمباثاتيك يسوى المدرياسيز تتوسع البؤبو مع العين تاكيكاردية تسارع ضربات القلب تاكيبينيو شغلات السيمباثاتيك اذا الاكيوت بين ويا السيمباثاتيك يجي او السيمباثاتيك يجي نتيجة الاكيوت بين كجملة اصح لكن اربطهم سوى حتى تتذكرهم زين او السيمباثاتيك او السيمباثاتيك او السيمباثاتيك بل الحصير لنه ايضاعج ومثل يعني بالضبط تخيلها انت من تتأذى من تنظره بشيء راح تحس راح ليه شي شيء تنزعج وهي شيء عليها الاعراض وهي السؤالي هذو اللي عندهم فشي اسمه اللي هو يستمر لفتاة طويلة يعني المستمر ممكن يقطع ويرجع 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 يستمر اكثر من ستشر سوى مستمر او متقطع المهم انه المدة مالتة تقبر السير تشر اذا نعتبر كرونيك بين the cause is open unknown السبب مالتة دائما او غالبا او اى او ا LOL الSim ÚSINもう!!!! يعني اى يبدوا من الداخل whereOven is associated with a sense of ountain of hopelessness اللي احنان الشخص صح الصح يصير لديبرشين يعني كآة يکتئب بعد ما الى يعني خلق او يتعب ذاك لا قلنا انه رأسا يسوي اكشن اهنا لا الاكشن مالت راح الخلف الاكتيفتي مالت راح ادخل اه ما راح يسوي اي تصرفات ثانية ليش لان هو دخل في مرحلة من الدبراشير بسبب دعنا زيان اه قلنا البيزلس ميت الوز فور ادابتيشن الادابتيشن اهنا راح تقول اتقل ليش يعني بالبداية قلنا انه مواصفات البيين ريسيبتاز اللي هنا ادابتيف زيانو اهنا الانتاح تقول انه من صفات الادابتيشن الادابتيشن معناها الشخص اهنا يتعايش شوية الالم والجسم يتعايش شوية الالم لكن هو يشعر بالم اذا الريسيبتاز موجودة وتشتغل لكن اه الوظائف البقية راح تحاول تستمر بشكلها الطبيعي اه مع الاحساس بالالم يعني مو الاحساس بالالم راح يروح نانا معنى الادابتيشن اللي هو التعايوف اه تعايوف يعني التعايش وتكايوف زيان التعايش اكثر مما هو تكايوف زيان اه فانكشن اوف ذا بادي اه ار نورمال بادي بادي از نوت ريليفد الوظائفة مع الجسم ما حتكون نورمال لكن البين قلنا ما يروح البين يبقى ما يروح زيان اه مقارنة بين الاكيوت بين والكرونيك بين الاكيوت بين اه يصير المدة ما تاول انتقال ما تبقى من او بوينت واحد سكندي انا قد من ثانية الكرونيك بين لا هي يصير وراه اه ثانية او حتى ممكن الى دقيقة وانكريز سلو الاكيوت بين اه يعني رسبتات ما تقريبا من الجلد او عد جلد فانحس بي اه كشعور انه جاينا من الجلد لذلك ان احنا well localized بين امال كرونيك بين يجين من الجلد ويجين من الانترنال تشو او من الفيزرال الانترنزبت 03 اه Breathe بين fibers which can be blocked by a moderate compression of the nerve fiber. ممكن هو ينتقل بالA delta وممكن هنا سويله blocked by compression على النيرف fiber. it's transmitted through the chronic pain. ينتقل بالtype c fiber. عبطأ type c من A. تمام. which can be blocked by low concentration of local anesthetic. هناك نحتاج compression هنا لازم الانستيزيا يلاح أسويله block. هنا الترانزميتر مع الأكوت بين هو الغلوتاميت هناك السبستانس بي. is a probable neurotransmitters. أنها الانه بشين مردين مع الترانسميتر العايز see�들 يلاح يساويله مردين للي هو السبستانس بي. اكي يلاح يساوي علي الرقب. السكند اردى نيرون is transmitted in the thalamus. السكند اردى نيرون مع الاكوت بين يروح للتلامس. الزيم د Lane نيرون مال الكرونيك بين هو ينتهي بالريتوكولار فورميشن الريتوكولار فورميشن يعني مالبراين ستم لكن هم يعني يضطق اللاترالي لثراماس تمام اهنان الوثدرال رفلكس and sympathetic response يسوي لي وثدرال رفلكس نحن الاستجامة ما تكون ويسيباتيك including an increase blood pressure and a mobilization of بادي energy supplies تمام هناك اه يعني هنا قلنا انه الاستجامة ما تسمى بثاوية ويسوي على مودي واخر من اه البين سورس هناك لا اه نيجيا and lowering of blood pressure راح يسوي بشكل عام راح يسوي بشكل عام زيان it can be highly localized كacute pain قلنا نحدد مكانه بشكل واضح بينما اه chronic pain very grossly localized تحديد نمارته جدا اه ضعيف وجدا عشوائي تمام بين three shoulder and pain tolerance اه مصطلحين اه مهمة كلش بالمسيكيو اه هاي المنزمة يعني بينه المنزة الملازم مع السنسوري باثوي والموتور باثوي لا بيها معلومات خاطلة لكن هي المهمة وان شاء الله هم يعني نشرحها البين three shoulder and pain tolerance البين three shoulder هو البونت او الحد اللي وراه يلا اه تبديه بالاو الاستيميولاس ينتقل كبين او يترجم على انه بين فاحنا قلنا انه البين لازم يكون لها هاي three shoulder حتى مو كل ما احس بشي او كل ما يجيين استيميولاس هذا يصير بي. البينة البينة توليرانس اه هو مقدار او المدة اللي راح تتحمل بها الانب قبل لا تسوي اه رسبونس للانب يعني شون اه شايفين هذا اللي انا اكتم اكتم بقلبي بعدين انفجر او هذا اللي اكتم بقلبي بعدين انفجر فهنانا البين هو اه يظهر لك الفترة او الشدة اللي راح تتحمل بها اه يعني او الشخص راح يتحملها قبل اه يظهر فترة للبين زيان ايج اند برسيبشن او بين الاحساس بالبين او الاستجابة للبين تختلف حسب الامور الشي درن اند اللي راح تختلف بالشي درن و راح تختلف بالناس الكبار عن الادلت من ناحية البرسيبشن بالاطفال الاكلام او ياين او الاول استجابت لdamnه راح تكون قليلة او ربما انه هذا اه ما الى قابلية انه اه او لحدان ما عنده القدرة على انه يعبر عن الالم بطريقته اه وراها السلوك التعبيري او سلوك سلوك الاستجابة للبين راح يظهر من الشهر الثالث الى الشهر الاثناش من حياة الطفل الاطفال يعني اكبر من هذا الامر من عمره 15 الى 18 لهم pain threshold اقل من الادلت الثريشولد ما البين اذا السنسيتيفتي مالتهم اعلى التحسس مالتهم للستيمولاس اعلى فراح يحسوهم بالقام بشكل اكثر الثريشولد tends to increase with aging اهنان الثريشولد راح يزيد ويا العمر this change is probably caused by peripheral neuropathies هذا التغير ممكن انه يصر ويا peripheral neuropathies مثل يعني مرضى السكر ممكن يؤثر عليهم او غير حالات and change of the thickness of the skin ممكن واحد اه اه بمرور يعني الوقت والايدنج مالتا السكن مالتا يكون مورجد and thicker than previously يعني اه فراح يقلل السنسيتيفتي مالتا للبين احجي عن نورواناتومي مالبين الطريق اللي ينتقل بها البين كاه يعني من الريسبترز الحد ما يوصف The portion of the nervous system responsible for the sensation and perception of pain may be divided into three areas ممكن أن أقسم الـ pathway مع الـ pain إلى three areas أو three divisions اللي هي يبدو من afferent pathways الـ pathway الجاي الـ afferent يعني المستقبل وليس الصعود مالته and CNS يعني الـ processes اللي تصير بـ CNS داخل الدماغ and afferent pathways اللي وراها الاستجابة الطالعة الـ afferent portion اللي تصير is composed of الاستقبال نوكشي سيبترز أو بين ريسيبترز أكيد afferent nerve fibers fibers صعود ascending and spinal cord network هو من راح يسعد كبريفرال afferent يعني هذا يجي كبريفرال وراها راح يدخل بالـ spinal cord network ويستمر بالـ ascending tract مالته وزيلا احنا قلنا عليه البريفرال فأنتي هوين بالدرز الهورن يشي ان الدرز الهورن هو سنسري الفنتر الهورن هو موتر فأنتي بالدرز الهورن of spinal cord هذا أسمي الفرست afferent بالدرز الهورن السيكوند الفريل تصير الهورن اللي هي يعني الفاسي كراسي لسي وهي السيوالف فهي الـ التداخلات المتعى من الناتوالي باناتوات الناتوالي من الناتوالي الوثيات الناتوالي establishing النظام التداخلات المتحيلات الناتوالي ولي الانتربرتاشن of the pain the efferent pathway is composed of the fibers connecting the reticular formation midbrain and substantial gelatinosa substantial gelatinosa substantial gelatinosa gate اللي اذا عبرها stimulation راح يولد شعور بالبين او اذا من يمها تقدر تسوى inhibition of stimulation فهنا نراح of stimulus فراح توقف انتقال البين فما راح نحس بالبين responsible for modulating sensation اذا الانتربرتاشن يصير بالCNS الريسيبشن بال الانتربرتاشن بالCNS الانتربرتاشن بالCNS الموديولايتن بالسيبشن يصير بالفرنت هاي الشغلة او هاي المعلومة ما مبينة لكن هي جاية قبل وممكن تجي كامسيكيوات فالريسيبشن وين افرنت الانتربرتاشن الموديولايتن الموديولايتن موديولايتن 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 يصير بالفرنت باثوي تمام الموديولايتن الموديولايتن الأمر الموديولايته تمام الموديولايت الموديولايت اه وتفر يعني زيان وكذلك استفاد من شغلة ثالثة اه اللي هي اللوكالايزنج يعني تحديد موقع هذا البين مينجي زيان بارت اوف اه ثانا مسولي براين استيم عن ديكال ارفيرميشن راح يسوي عن ديكال اينج الما للدال بين للدال لانجا لاستنج يعني اللي احنا لنا بين اندفوز بين تمام الراتيكال ارفر ميشن واللمبك سيستم هزا احنا الثانرمس والسنسيتف كورتكس قلنا العمليات اللي يسويها الثانرمس والبراين استيم والرتكال ارفر ميشن تسوى الاندفوين للدال لانجا لاستنج عن ديفوز بين وكذلك الراتيكال ارفر ميشن عاند لمبك سيستيم كونترول the emotional and affective response to pain a reticular formation of the limbic system uh... تتحكم شغلتين اليموشنال and affective affective بالعين تتحكم بتغيرات يتصير بالمود مع الشخص حسب الاستجابة للبين because the cortex thalamus and pystism are interconnected with hypostalamus and autonomic nervous system the perception of pain is associated with autonomic response شرون البين يسوي لي استجابة مثل ما قلنا sympathetic or يسوي لي depression وهي السؤال الكورتكس والثلاماس والبراين استم ادهفت انتركنيكشن والهايبوثلاماس الهايبوثلاماس هو اللي عنده تأثير على الاوتانوميك نيرفل سيستم فيصير هاي الاستجابة الافرينت باثوي الافرينت باثوي اللي كنا اللي هو عليها الريسيبشن اه... من النوكشي سيبتاز من النوكشي سيبتاز ترانزبتد اما با ال دلتا فايباز اند سي فايباز تو ذا سباينال كورد زيان اه... فرم سينابسيز ويذ نيورنز ان ذا دورزال هورن وراها يعني بالبداية انتقل من البريفرال ليروح للدورزال هورن شون يتقل اما با اي دلتا فايباز او سي فايباز الفاست بين بالا اي دلتا والسلوبين بالسي فايباز يروح وراها للدورزال هورن من الدورزال هورن تانزبتد تو بالمحاضات الوراها راح نعرف انها بطريقتين اما بالسباينوثيلمك تراكت او اه يعني بالدورزال اه اه تراكت فاسمال اه داسمال ان مالينيتد سينيورنز ار اسباسيبال لناها انتقل مصطلح الهايبرالجيزيا هايبرالجيزيا هايبرالجيزيا الام فهو زيادة السنسيتفيتهي مالبين اه which means hyper sensitivity مثل مالبين ما يحتاج نحفظها من بس تحفظ الاسم و تروف معنا هايات نحفظتها الكوز مال اه هايبرالجيزيا برايماري وسكندري برايماري دائما بخصوص الورغن نفسه هنا انا ما عندي اورغن عندي sensation sensation انا عدي رسيبتاز فعالرسيبتاز نفسه فا excessive sensitivity of the pain رسيبتاز تمام which is called primary hyperalgesia ال primary hyperalgesia معناها عندي excessive sensitivity وين بالبين رسيبتاز النوع الثاني اللي هو secondary hyperalgesia اللي هو شون يصير يصير بالتركة الناقل يعني facilitation of sensory transmission ويصير بحالات معينة مثال على primary hyperalgesia is the extreme sensitivity of sunburned skin الضربة الحروق الناتجة من اشعات الشمس هنانة راح تأثر على الرسيبتاز وزي السنسيتيفتاز ما تتقلل ثريشولد فاي استيميلاس ساحي يصير انه ينتقل كاستيميلاس قوي كلش او ما يحتاج ثريشولد عالي يعني ما يحتاج انرجع عالي اكيده تمام which results from sensitization of sunburned of the skin pain endings by local tissue products from the burn bear hubs هنانة مرة ما حتصير انه الحرق بشيبس هنانة راح يزداد التحسس يعني معلات هاش لون ممكن بواسطة الهيستامين او البروستاغلاندينز او او اثارز ميكانيكا الرساء يعني ميديايتاز ليش ان هاي شغلات كلها زيد كيمو السنسيتيف يعني لان نعرفها انفلامتر اميديايتاز فراح تزيد السنسيتيفيتي ماتي سكنداي هايبالجيزية هنا سكنداي هايبالجيزية اللي قلنا هي تصير بالباثوي مع النيورون تصير اغالبا من الليجين اللي يصير بالسبانال كورد او اللي يصير بالثالموس تمام الانالجيزية مصطلح اكسل هايبالجيزية اني قدرون نعتبره الانالجيزية هو الام والان هنا معناها نفي او انهيبشن فانالجيزية هو الرليف يعني او سيبرشن مع البين الانالجيزية يعني سيبرشن of the pain sensation الانالجيزية سيستم اكفاج سيستم هو المسؤول على انه يسوي الانالجيزية سيستم هذا موجود بالميزن كسيفلن والأبر بونز عن طريق شغلتين البرائكوديكتال والبرائكوديكتال 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 اكو هاي التو ارياز موجودة بالأبر بونز والميزن كسيفلن تمام اه هي اللي تعتبر بارتس من الانالجيزيك سيستم زين اكفاج شي اسمه الرافي ماغنس نيوكلياس اللي موجودة بالميد لاين اه اللي موجود باللاور بونز حس الابر بونز عرفنا احنا الابر بونز والابر مدلة بها الرافي ماغنس نيوكلياس وبعد انه شي اسمه حس الانالجيزيك نعم مالي الانكفالين والسيروطانين هيا ترانزمتاز هنانا راح نستخلمها بالانالجيزيك سيستم Many nerve fibers derived from the peri ventricular nuclei and from the peri aquedictal اللي هي قلنا موجودة بالأبر bones Gray area secreted in kephalene In kephalene هاذه راح يطلع من الendings مع هاي النيوكليا يذكرناها أو هاي الارياز يذكرناها The endings of rafimagnus راح حميان يسوي releasing in kephalene when stimulated زيان الفايباز اللي موجودة بالdorsal horns of the spinal cord راح يسوي secretion in malice شيء للترانزمتر اللي هو السيروتونين السيروتونين هاذ السيروتونين بضيفته هميا يسوي secretion للانكفالين وبالتالي هميا يسوي السيبرشن للبين The enkephalene is believed to cause both pre-synaptic زيان الانكفالين شنو فاقته وليش السيروتونين يسوي وليش البر اكوالي تقتروا البر فنتركلار هم يطلعو لانه هو يسوي لي pre-synaptic و post-synaptic inhibition Inhibition على اثنين هم pre-synaptic وال post-synaptic مال 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 C-fibers والA-delta fibers شنو ذو الفايباز غيين قلون البين سواء fast pain or slow pain فهنان راح يسوي لي Inhibition للبين وهي الصورة معاتهم يعني تمام The rule of the spinal cord in the pain processing Must affect pain fibers terminate in the dorsal horn تمام Of the spinal segment that they enter اكيد برفرال يعني nerves راح تنتهي وين بالdorsal horn لان هي قاعدة تنقل sensory مال راح تنتهي بالdorsal horn مال من هذا الدorsal horn مال spinal segment مال spinal segment اللي هي تنقله واللي هي تدخله تمام لان احنا نعرف انه كل فايباز طالع مفت سيقمت معي The A-beta fibers Some large A-delta fibers and small C fibers terminate in the lamina of dorsal horn and in the substantia gelatinousel اللامنة والsubstantial gelatinousel اللي موجودة بالdorsal horn هي تعتبر المحطة النهائية لل A-beta fibers والA-delta والC fibers اللامنة دعنا نترانزمت specific information about burnt or crushed skin about gentle pressure اللامنة احنا قلنا substantia gelatinousel وقلنا اللامنة اللامنة اللي هي جمع اللامنة يعني دعنا نترانزمت specific information الانفرميشن اللي جاية من burned or crushed skin واللي جاية من gentle pressure هي تنتقل من خلال اللامنة عن طريق second order neuron هاي كلش مهمة يعني من بينه هي معلومة جاهزة فممكن تجيه mcq second efferentineurons transmit the impulse from the substantial gelatinousel and laminae through the ventral and lateral horn الventral and lateral هاي نفسها the spinothalamic tract اللي مساء قلنا عليها crossing in the same or adjacent spinal segment البنترال واللاترال هون رأسا يسويلي decassation تمام على عكس الدرسال tract فالسوك crossing in the same or adjacent spinal segment طبعا ها كلها يعني تفهم بسنسري pathway كباثوي لكن ذاكر عمين هنا to the other side of the cord from there the impulses is carried through the spinothalamic tract لقلنا ventral and lateral horn to the brain the two divisions of the spinothalamic tract are known as spinothalamic tract اللي هو ventral واللاترال هون اسمي او اقسم الى two tract او two divisions اللي هي new spinothalamic وال paleospinothalamic واحد ينقل العماكن معينة والثاني هميها العماكن معينة تمام new spinothalamic tract ينقل الانفورميشن اللي ياخد ها اللي ياخد هميها من السابستان شاجد الترنز واللمني ينقل ها المن to the midbrain يعني المدولة والبونز والثامس and post central gyrus اللي هي primary sensory area البيل spinothalamic tract ينقل لل reticular formation ينقل البونز لللمبك system and midbrain more more synapses to the different structure of brain تمام the theory of pain production on modulation النظريات تشتع عن هذا الشيء most rational explanation is of pain production هو يعتمد على نظريا اسم هال gate control theory هاي نظريا created by مرزا and وال according to this theory the noxioceptive impulses المعلومات الجاية من noxioceptors transmitted to the spinal cord قلنا من خلال أما A-delta أو C-fibers this fibers سوي هاي ال-A-delta والC-fibers سوي synaps المن وين عفوين بالسبستانش جلتينوز S-G عنسبستانش جلتينوز the cells in this structure يا structure سبستانش جلتينوز تشتغل كبوابة هاي البوابة أما تسمحلي بعبور l-impulses لل CNS أو CNS أو ما تسمحلي stimulation of the larger nerve fibers إذا كان عندي fibers جاية من stimulation A-Alpha أو A-Beta هنانا راح تسوي تخلي السبستانش جلتينوز السياز معات ها close the gate close the gate يعني تقلل stimulation مع T-cells T-cells اللي تمثل second efferentineurones من سويت decrease the stimulation إذن ما راح يصير transmission impulses إذن dimensions بال pain reception إذن A-Alpha وA-A-Beta من تنتقل ما راح تبرم الخلايا سبستانش جلتينوز stimulation of small fibers in butt inhibits cells and سبستانش جلتينوز open the gate من يسوي الهنهبش للخلايا اللي موجودة بال S-G أو سبستانش جلتينوز راح أصير لأوبن لل gate من أوبن لgate يعني عحي سوي activation لل T-cells يعني activation لل second order Neural راح يصعد transmission of impulses لل CNS وراح يصير ل enhancing pain perception in addition to gate control through large and small fibers stimulation the central nervous system through efferent pathway may close partially close or open gate يعني نحن قلنا modulating of pain sensation يصير بال efferent pathways فممكن ال efferent pathways أيضا إلى نوع من التحكم بال pain perception ال action of endorphins ال endorphins يشتغل by attaching to the opiate receptors وين هذا l-opiate receptors هذا l-opiate receptors موجود على plasma membrane of the efferent neurons يعني ال efferent اللي قلنا تجيب السنسوري أو تجيب l-impuls وتصعد ال endorphins يشتغل على هاي receptors فراح يسوي لي inhibition of releasing of the neurotransmitter لذلك هسي بروك المن transmission of painful stimulus فهو يعتبر ك anesthetic drugs يعني endorphins ويشتغل على receptors هذا وعرف المكانزم مات قدي مصطلح اسمه الو الدنيا تمام الالدنيا هو يعني واحد زهقان للدنيا فهي ظاهرة التصف منه painful sensation افروفوك باي نان نكش استيميلاي اوكي يعني شنو يعني الاحساس بالالم هنانا جايني من نان نكش استيميلاي محافز عادي انتقلي على انه الم مثلا تاتش واحد طخيته قام يصيح ابوي البس اللي زمت كان ما سويت شي انا 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 راح يتعامل او ينقل اي محفز على انه نكش استيميلاي فراح يسعد لي كأنه هو فعلا فرد محفز علمي وراح يأثر لي بهاي الطريقة الكمبيكس رجنال بين سيندروم اللي هو سي ار بي اس اه اه تقريب أي بعض نظر المؤكسة المشكلة الحاسية التي تكون أخير من إخوار المبنية مدخل العلم سيكون إلا أنت متأثر بسيطة المحافظ العلمي لكن دائماً هنا نكون بطريقة لأنه ليس نفس الاحساسة التي تشعر سابقاً من تعرضت النفس المسبب رح يكون complex, more complex ورح يكون موجود باللمب على طول الطرف أو على طول الجهة من الجسم وإحساسي يختلف عن previous time فرح يكون كشي غريب فهو an array of painful مثل ما قلنا conditions that are characterized by a continuing spontaneous and أو عفوا إفوكت original pain أنا ما حكو المنطقة كاملة that is seemingly disproportionately disproportionately proportionate in time or degree to the usual cause على عكس المرات السابقة أو المرات المعتادة of any known trauma مثلا الراجدي تحس بي إحساس الراجدي معروفين أنا رح يختلف or other lesions usually starting in a limb دائما يبدو باللمس is maltech it manifests as extreme pain swelling limited range of motion and change to the skin and bones فراح يأثر لي complex ومن اسمه complex فراح يأثر لي على شغلات يعني متعددة it may be initially affect the one limb and then spread throughout the body ممكن أنه يبدو بالبداية على الطرف واحد وبعدين ينتشر خلال الجسم كامل 35% of affected people report symptoms throughout their whole body 35% من أشخاص ريصار بهم هذا CRPS السمتوزمات هم تكون على طول الجسم أو على كل الجسم two types وهذا complex regional pain syndrome أقسم إلى two types type 1 type 1 أسمي ثلاث أسماء له وهي الأسماء كلش مهمة والدكتور هو يركز عليهم type 1 أما أسمي reflex sympathetic dystrophy and zodiac atrophy and agonial dystrophy هذا type does not exhibit a demonstrable nerve lesion النerve lesion ماكو لكن موجود CRPS as the first majority of patients diagnosed with complex general pain syndrome وحنا عرفنا اللي هو شنوى اللي هو أنه تتعرضت إلى noxious stimulus لكن الإحساس بالتاوى والتأثير مالتا راح يكون مختلف عن usual trauma or lesion type 2 اللي أسمي causal legia هنانا فدأ كونيمونيك اللي هو يعني أو طريقة تسهير حفظ causal legia ذكر cause يعني سبب فهنانا أكو lesion سابق أو أكو lesion معروف أو أكو nerve obvious the nerve damage despite evidence of nerve injury the cause or the mechanism of complex general pain syndrome of type 1 type 2 are as unknown as the mechanism of type 1 أكو lesion لكن اللي يعني المكانزم اللي صار به والcause مالتا هو لحد عنا أو ما معروف أو ما يعرفه بشكل عام البايشنت أوكي البايشنت هنقنا 2 type البايشنت هنانا من التايبات الثانية أسميها warm or hot complex general pain syndrome والتايب الثاني أسميه cold في المجرى اكتما البايشنت شافوهم إنه حوالي 70% ما يصير بهم cold لا يصير بهم hot type which is said to be an acute form اللي هو النوع الشديد من complex general pain syndrome cold أقدر أسميه وأقول عليه أنه وإنديكيتيف آف آمور كرونيك كرونيك آآ complex general pain syndrome حالة الأخيرة اللي عدنا ويمكنوا الأخيرة اللي أبعد هو أي والله الهما إغنوزيا أحس الفيديو صار طويل فرح أنهي وأبلي الفيديو الجديد